السباقات سبحانه كل السباقات في النيل كل السباقات في النيل السنة في النيل السنة في النيل يقوم في النيل بس ربنا عايز ياخده شهيد خيره في البيترين عشان ربنا عايز ياخده شهيد بالفيديو لحظة وصول أحمد السقا وتامر حسني لعزاء حسن يوسف ومواسف شهيد محمد هنادي ودنيا سمر غانم في عزائي ابن حسن يوسف وشمس البارودي السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم بالخير عندنا سحب على مية جول 14 برو ماكس وسحب على مية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفارق على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة بالفيديو لحظة وصول أحمد سقا تامر حسني إلى عزاء حسن يوسف ومواساته شاردا وكانه يرى شيئا بعيدا لا يرى غيره أنه يرى الموت قادما ويشعر بقرب الرحيلة هكذا ظهر عبدالله نجو الفنان الكبير حسن يوسف والفنان المعتزل شمس البارودي في آخر صورة له قبل الرحيلة وهي الصورة التي ينشرها اليوم السابع وكان اليوم السابع نشر الصورة صحيحة لعبدالله حسن يوسف أصغر أبناء الفنان الكبير حسن يوسف وزوجته الفنان المعتزل شمس البارودي والذي راحل في حدث غلق بأحدى القرى السياحية بعدما اخطأت العديد من المواقع ووسال التواصل الاجتماعية ونشرت صورة شقيقه الأكبر الفنان عمر حسن يوسف على أنها صورة الفقيد الرحل خيم الحزن على الوسط الفني عامة والفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي خاصة بعد وفاة ابنهم الأصغر عبدالله ذلك الخبر الصعب الذي كسر قلبه وشمس زوجته وصدر من جميع الأسرة والأصدقاء ونشرة إعلامية لمس الحديد في برنامجها كلمة أخيرة فيديو من جنازة عبدالله ظهر فيه الفنان حسن يوسف في حالة صدمة كبيرة لا يصدق الحدث قائلا ابن كان بينزل سبقات النيل ويعوم ويغرأ في مترين طب الزاية وحالل جمع تهديئته والتحدث معه هو زوجته الشمس التي لم تتوقف عينها عن البكاء لحظة خلال تشجيع الجثمان إلى مثوها الأخيرة كما حاولت ابتعاد عن الكاميرات والأحاديث الصحفية أحرص عدد من النجوم على حضور الجنازة لمواساة ومساندة الفنان حسن يوسف بعد وفاة نجل حسن يوسف طبيب يكشف أسباب الغرق ويحذر من السباحة في هذا التوقيت كشف الدكتور أيمان فودا كبير لطباء شرعيين السابق تفاصيل حالات الغرق بعد وفاة ابن الفنان حسن يوسف بالغرق موضحا أن الغرق كلمة يونانية تعني عدم وصول أكسجين إلى الرئة وتهبع خلال مدخلة هاتفها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صلاة التحرير على قناة صد البلد أن المياه تدخل محل الهواء في الحويصالات الهوائية عند الغرق وشرح كبير لطباء السابق أن أسباب الغرق عديدة من بينها الإجهاد الحرارية أو وجود حالات مرضية أو التقدم في السن أو قصور في الدورة الدموية نها العنبر تكشف سبب غرق عبدالله حسن يوسف عبدالله حسن يوسف يواصل تصدر الترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وموقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته المفاجئة وصدمة والده النجب حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة الشمس البارودي ونعت الفنان نها العنبر عضو مجلس إدرة نقابة المهن التمثلية عبدالله حسن يوسف قائلة خبر مفجع ربنا يكون فيه عن أسرته وقالت نها العنبر خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدم العالمية لميس الحديد على شاشة أون شمس البارودي كانت في المستشفى هناك والأمن أخبرنا أن عبدالله يوسف حسن نزل في وقت به ارتفاع في الأمواج مع تحذير الأمن من ذلك ولفتت إلى أن سيارة تابعة للنقابة ستنقل جثمان عبدالله يوسف وتوجه مساء اليوم جثمان عبدالله حسن يوسف في سيارة إسعاف للطب الشرعي بالإسكندرية للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاء عرض جثمان نجل الفنان حسن يوسف على الطب الشرعي في الإسكندرية استقبل مستشفى سموح الجامع بمحافظة الإسكندرية جثمان عبدالله نجل الفنان حسن يوسف للعرض على الطب الشرعي للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاته وكان عبدالله نجل الفنر حسن يوسف 35 عام تعرض للغرق بأحدى القرى السياحية بالساحل الشمالية واجرى نقل الجثمان إلى مستشفى العالمين بمرسى مطروح واجرى فريقه من النيابة العامة بمحافظة مرسى مطروح مناظرة لجثمان الشاب وقررت نقله إلى مصلحة الطب الشرعية بمحافظة الإسكندرية لتأكد من عدم وجود شبهة جنائية قبل إصدار تصريح الدفنة وتم عرض الجثمان على القسم الطب الشرعي بمستشفى سموحة الجامعية عقب الانتهاء من الكشف الطبية وتوفي فجر اليوم عبدالله حسن يوسف ابن الفنان حسن يوسف والفنان المعتزل شمس البارودي إثر تعرض للغرق في الساحل الشمالية أول تعليق من عاد الإمام بعد وفاة نجل الفنان حسن يوسف ابن شمس البارودي بحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف إثر تعرض للغرق في البحر وأكد لطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه أنه قد فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى كما أكدت التقارير الطبية من مستشفى العالمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المهر أتيه هذا ما تسبب في وفاته وأوضح لطباء نجل حسن يوسف وصل إلى مستشفى العالمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة ولذلك وفقا لما ظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل منذ ساعات ورزق حسن يوسف أربعة أولادهم نريمان ومحمود عمر وعبد الله من زوجة شمس بارودي وكشف الفنان حسن يوسف تفاصيلا واصران عن وفاة الفنان سعاد حسن قال لنا سعاد حسن مأتولة وليست منتحيرة وقال حسن يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلام سيد علي في برنامج حضرة المواطن المذاع لقناة الحدث اليوم من يلقي بنفسه من بلاكون يكون حوله دماء لكن سعاد حسن لم يكن حولها نقطة دماء واحدة وأضاف حسن يوسف سعاد حسن لم يكن حولها نقطة دم وهذا يعني أنها قتلت نفسها أو هناك من قتلها قبل إلقائها من الشباك وقال حسن يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلام سيد علي في برنامج حضرة المواطن المذاع لقناة الحدث اليوم من يلقي بنفسه من بلاكون يكون حوله دماء لكن سعاد حسن لم يكن حولها نقطة دماء واحدة وأضاف حسن يوسف سعاد حسن لم يكن حولها أي نقطة دم وهذا يعني أنها قتلت نفسها أو هناك من قتلها قبل إلقائها من الشباك بعد وفاة غرقا معلومات عن عبدالله حسن يوسف توفي عبدالله حسن يوسف ابن الفنان حسن يوسف والفنان المعتزل شمس البرود أمس إثر تعرض للغرق في قرية بدرب الساحل الشمالية وأن استعرض لكم في هذا الفيديو معلومات عن عبدالله حسن يوسف والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب شماتة الفنان مجد العربي في ابن حسن يوسف لا تنسوا أن تشاركون بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر